اشتركوا في القناة 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 معاني الكلمات اشتركوا في القناة 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 هي تستطيع أن ترى في أو على الشاطئ ما هذا؟ ما هذه؟ ماذا نستطيع أن نرى على الشاطئ؟ هل أستطيع أن أحصل على لألون الصورة؟ هنا لدينا مجموعة من الأحرف هذه الأحرف تكمل الكلمات إلى جوارها علينا فقط بوضع دائرة على الأحرف التي تكمل هذه الكلمات اكتب الكلمات في الصندوق في أسفل العنوان الرئيسي أو الصحيح لها الكلمات هي من اليسار إلى اليمين لدينا الجدول على اليسار عنوانه فد فد يعني طعام كل الطعام أو كل أسماء الطعام سوف نضعها في هذا الجدول أو في هذا الإطار أليمالز حيوانات أقرأ وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة هو يطير بالون أما طيارة ورقية 2- هي تشاهد التلفاز أو الموسيقى 3- هم يشربون العصير أو البوضة 4- أنا أتسلق الدراجة أو السلام 5- الطعام في الطاولة أو في البراد 6- a bird or a crocodile can swim من الذي يستطيع أن يصبح a bird الطير أم الكروكوديل التمساح exercise 5 look at the picture and complete the sentence below انظر إلى الصورة وأكمل الجملة في الأسفل there is all and on the table على الطاولة exercise 6 match the questions to their answers صل الأسئلة إلى إجابتهم 1- can you ride a bike هل تستطيع أن تقود دراجة 2- whose heart is this لمن هذه القبعة 3- may I have some water please هل أستطيع أن أخذ بعض الماء من فضلك أو هل أستطيع أن أحصل على بعض الماء من فضلك 4- what's he doing ماذا يفعل 5- would you like a banana هل ترغب بالموزة 6- what time is it ما الوقت 7- has he got a sore arm هل هو لديه ذراع مكسورة 8- what does your mother do in the morning ماذا تفعل والدتك في الصباح سوف أقرأ الجمل ABCD ok A- it's five o'clock إنها الخامسة تماما B- it's reem's hat إنها قبعة ريم C- his swimming هو يسبح D- she prepares breakfast at half past six هي تحضر الفطور الساعة السادسة والنصف E- yes please نعم منفضلك F- here you are تفضل G- yes he has نعم هو لديه H- no I can't كلا لا أستطيع Exercise seven write the correct words from the books أكتب الكلمات الصحيحة من الصندوق ما هي الكلمات في الصندوق؟ سوف أقرأ من اليسار إلى اليمين has يملك what's ما أو ماذا can يستطيع like يحب who's من bust bust إذا جاءت مع الساعة تعني و أو تعني الماضي حسب ورودها في الجملة when فراغ the matter هل تذكرتم هذا السؤال؟ two فراغ got fear here three it's half فراغ one four فراغ you swim five do you فراغ chicken six فراغ summer got too thick welcome to the activity book unit one hello I'm exercise one read and match the sentences with the correctors اقرأ وصل الجمل مع الشخصيات I've got two sisters لدي أختان من القائل لدي أختان I've got a brother and a sister لدي أخ وأخت ok exercise two I'll see crumble the letters to make words then match them with the pictures أعد صياغة هذه الأحرف لتصنع كلمات ثم قم بوسطها مع الصور المناسبة لها طيب لأفترض بأني هنا أمام هذه الكلمات ولم أعرف المعاني طيب سوف أعود إلى الصورة لدينا هنا إطار كما تروا في الصورة الأولى أو حلقة أبحث عن معنى كلمة حلقة وقد مرت معنا في الصف الثاني يا صف الثالث هل تتذكرون الصورة الثانية قمر الثالثة لديه ألم في الأسنان الرابعة طعام الخامسة ملعقة سهلة أليس كذلك وأنا أيضا سوف أساعدكم في نهاية هذه الفقرة لدينا هنا كلمة مختبئة باللون الأسود علينا معرفة هذه الكلمة يذهب عمر وليلة إلى مدرسة ابتدائية 2. مسهبة إزا الآن سهبة هي 3. ليلة has got a ليلة لديها His name is Oma اسمه عمر 4. Oma and Layla have got a Her name's Fadia عمر وليلة لديهما فراغ اسمها Fadia 5. Hani's grandfather lives in يعيش وأجد هاني في 6. Hani lives in يعيش هاني في 7. Hani Oma and Layla Oh هاني عمر وليلة هم هم ماذا أتسقل 8. فراغ عام Layla Hidden word الكلمة المختبئة ما هي الكلمة المختبئة هنا؟ Exercise 4 Complete each sentence with one of the words in the books أكمل الجمل بكلمة واحدة من الكلمات في الصندوق Live lives 1. Hani lives with his mother and father يعيش هاني مع والدته ووالده 2. Hani's grandfather فراغ in Homs جد هاني فراغ في حمس هنا Live يعيش وLives أيضا ليعيش لكن Live الأولى هي فعل بالمصدر Live's الثانية هي فعل مع أس المفرد الغائب أنا أضيف Live's مع أس المفرد الغائب عندما يكون الفاعل مفرد طيب طيب 6. Umar's mother and father والد ووالدة عمار يعيشان في دمشق أكمل هذه الرسالة عنك أنت أو عن نفسك أنت Dear طيب أنا سوف أكتب رسالة لمن هذه الرسالة أولا؟ من هو الصديق الذي سوف أكتب له هذه الرسالة؟ سوف أضع اسمه بعد كلمة Dear يعني عزيزي فلان My name is اسمي يكون ضع اسمك هنا I live in أنا أعيش في أين تعيش Where do you live I live with أنا أعيش مع مع من I've got أنا لدي عدد كذا من الأخوات والإخوة Okay Write soon اكتب لي قريبا وضع اسمك في النهاية Okay سهلا هكذا وأنا أثق بكم ترجمة نانسي قنقر